مباشرة أنتقل لسيد مجد الطبع في الستوديو وأقول له يا سيد مجد في مثل هذه الحال الكتابة على الحوائل الحيطان أو تخريب الممتلكات العامة شو عقابها القانوني في تركيا؟ أول شي نحن نلفت نظر أنه اللي صاب مبارئ بالكتابة هاي نحن قدام حكمين قانونيين أول شي في حال اعتبر بهذا الموضوع إساءة الأدابة العامة لأنه الجماعة عم يكتبوكات بين حب وعز وهذا الحديث يعتبر إساءة الأداء العامة هذا الموضوع فيه حبس قانوني من شهر لسنة طبعا أهم شغلة أنه أي شخص بتوجه له هايك تهمية بيتم ترحيله مباشرة بعد تنفيذ الحكم نعم اثنين في حال اعتبر وهذا الموضوع هو تخريب ممتلكات غير أول شي التعويض المادي لأن أنت عم تكتب على جدار جامع أسري جدا فممكن يكون الرقم كتير كبير نعم اثنين والأهم نحن غير الموضوع الحبس طبعا الشخص هذا الموضوع التخريب ممتلكات فيه حبس جباري ثلاثة موضوع الترحيل أهم هدول كلياتهم لحيصير فيه طابع سيئ على العرب بشكل عام نعم يعني اليوم أي شخص هل اللي صار مبارح أنا مبارح أم بطلع على الفيسبوك أم شوف ردة فعال الناس الحمد لله كان فيه ردة فعال إيجابية من الشراب طبيعي دهنوا ساوا وأزالوا بس هذا الشخص اللي كتب حاليا هو عرض نفسه لو كان فيه ضابطة لو كان فيه أي شرطة